الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل قراءتنا في كتاب فقه الدليل في شرح التسهيل للشيخ عبدالله بن صالح الفوزان حفظه الله توقف حديثنا عند باب العارية يقول البعلي رحمه الله والعارية مضمونة وإن لم يتعدى قال الشارح الفوزان باب العارية قوله والعارية مضمونة وإن لم يتعدى العارية بتخفيف الياء وتشديدها من العري وهو التجرد سميت عارية لتجردها عن العوض أو أنها مأخوذة من عار الشيء يعير إذا ذهب وجاء لأنها تذهب إلى المستعير ثم تعود إلى المعير واصطلاحا دفع عين لمن ينتفع بها مجانا ويردها فقولنا لمن ينتفع بها يخرج البيع لأنه تمليك وقولنا مجانا يخرج الإجارة لأنها انتفاع مقابل مال وقولنا ويردها فيه إشارة إلى أن العارية إنما تكون حال حياة المعير ويخرج بذلك الوصية بالمنفعة لأنها تمليك بعد الوفاة ومن أمثلة العارية أن يعيره دارا يسكنها أو سيارة يركبها أو نخلة يأكل ثمرتها أو منيحة يشرب لبنها أو كتابا يقرأ فيه أو شيئا من متاع البيت كالقدر ونحوه ينتفع به والعارية مباحة للمستعير مستحبة للمعير لأن فيها عون للمسلم وقضاء لحاجته والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه وهي من الإحسان والله يحب المحسنين وقد تكون العارية واجبة أحيانا وقد حكى الوجوب ابن قدامى لقوله تعالى ويمنعون المعون ولحديث جابر رضي الله عنه الآتي وقد قيد ابن تيمية ذلك بكون المعير غنيا وذكر أنه أحد القولين في مذهب أحمد وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس أما الكتاب فعموم قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى وقوله تعالى ويمنعون المعون فقد ذكر جمهور المفسرين أن المراد بالمعون ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض من الأوان أو الأمتعة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا نعد المعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلوي والقدر يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أي يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطائه على وجه العارية أو الهبة كالإناء والدلوي والفاس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماح فيه ففيه الحث على فعل المعروف وبذل الأمور الخفيفة كعارية الإناء والدلوي والكتاب ونحو ذلك لأن الله ذم من لم يفعل ذلك انتهى كلامه وأما الأدلة من السنة فيكثيره ومنها حديث أنس رضي الله عنه قال كان فزع بالمدينة فاستعر النبي صلى الله عليه وسلم فرسم من أبي طلحة يقال له المندوب فركب فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرى ومنها أيضا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها الحديث قيل يا رسول الله وما حقها قال إطراق فحلها وإعارة دلوها وما نحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة أجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها انتهى كلامه وأما القياس فلأنه لما جازت هبة الأعيان كالثياب والأواني والكتب جاز هبة المنافع من هذه الأشياء وغيرها ولهذا تصح الوصية بالأعيان والمنافع جميعا وأما المسألة التي ذكر المصنف وهي الضمان العارية فهي مسألة خلافية والقول بأن العارية مضمونة هو قول بن عباس رضي الله عنهما وعطاء وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو قول الشافعي وقول لمالك ونسبه الحافظ بن حجر إلى الجمهور وستدل بما رواه الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه ووجه الدلالة أن اليد مطالبة برد ما أخذته ولا يتم ذلك إلا بالضمان وعن صفوان بن يومية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا فقال أغصبا يا محمد فقال بل عارية مضمونة قال فضع بعضها فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له فقال أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب قالوا فلفف مضمونة صفة كاشفة لحقيقة العارية أي إن شأن العارية الضمان لكن على المذهب يضمن مطلقا سواء تعدى فيها أو لم يتعدى وهذا ما مشاعره المصنف وعلى هذا تضمن ببدلها يوم تلفها لأنه هو الوقت الذي خرج ملك أو ملك صاحبها عنها فيه والقول الثاني أن العارية غير مضمونة وهذا مذهب أبي حنيفة وقول لبعض الحنابلة واختاره ابن القيم لأن المستعير أمين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضمان على مؤتمن القول الثالث أنه إن كان التلف بأمر ظاهر كالحريق وأخذ السيل وموت الحيوان وانقلاب السيارة فلا يضمن وإن كان بأمر لا يطلع عليه كدعوى سرقة الكتاب وضياع القدر والسكين ونحو ذلك فهذا يضمن إلا أن يأتي ببينة تشهد على التلف وهذا مذهب مالك وسر هذا التفريق أن العارية أمانة غير مضمونة إلا أنه لا يقبل قول المستعير فيما يخالف الظاهر والأظهر والله أعلم أن العارية غير مضمونة إذا لم يحصل تعد ولا تفريط كسائر الأمانات لأن أسباب الضمان إما التعدي أو التفريط وهذا مفقود في العارية ولأن القاعدة أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون قال ابن القيم والقول بعدم الضمان قوي متجه انتهى كلامه وأما حديث سمره رضي الله عنه فلا دلالة فيه على الضمان لأن معناه على اليد رد ما قبضت لمالكها لا ضمانة لأن الضمان شيء والأداء شيء آخر ولأن اليد الأمينة أيضا عليها ما أخذت حتى تؤدي وإلا ليست أمينة ومعلوم أنه لا ضمانة عليها وأما حديث سفوار رضي الله عنه فالظاهر أن معناه أضمن لك ردها لأمرين الأول أنه في اللغض الآخر قال بل عارية مؤداة فهذا يبين أن المراد ضمان الأداء لا ضمان التلف الأمر الثاني أنه لم يسأله عن تلفها وإنما سأله هل تأخذها غصبا تحول بيني وبينها فقال لا بل أخذ عارية وأديها إليك ولو كان سأله عن تلفها وقال أخاف أن تذهب لناسب أن يقول أنا ضامن لها إن تلفت أما قوله فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له فهذا دليل على عدم وجوب الضمان إذ لو كان واجبا لم يعرض عليه بل كان يفي له به فيكون ما عرض عليه الصلاة والسلام عليه هو أمر مستحب يعد من مكارم الأخلاق ومحاسن الشريعة فإن شرط المعير ضمان العارية فإنها تضمن وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله وذكر أنه رواية عن أحمد لعموم المسلمون على شروطهم ويكون قوله في حديث صفوان بل عارية مضمونة صفة مخصصة أي أستعيرها منك عارية متصفة بأنها مضمونة لا عارية مطلقة على الضمان قال البعلي رحمه الله وتجوز في كل منفعة قال الشارح الفوزان أي وتجوز العارية في كل منفعة ولا بد من تقييدها بالإباحة ومثال ذلك الدار والدابة والسيارة والكتاب والثوب وكلب الصيد ونحو ذلك كما تقدم قال البعلي لا بضع ومسلم لكافر قال الشارح الفوزان قوله لا بضع بضم الباء وهو الفرج فلا يعار البضع للاستمتاع به لأنه لا يستباح بالبذل ولا بالعارية وإنما يستباح بنكاح أو ملك يمين وكلاهما منتفن وقوله ومسلم لكافر فلا تجوز يعارة عبد مسلم لكافر لأنه لا يجوز له استخدامه قال البعلي رحمه الله ويرجع ما لم يأذن بشغله بشيء يضر به الرجع قال الشارح الفوزان أي إن للمعير الرجوع متى شاء سواء كانت العارية مطلقها أو مقيدة وعن أحمد إن عين مده تعينت فلا يملك الرجوع قبلها قال الحارثي وهو الأقوى وذلك لأنه من الوفاء بالوعد وهو واجب وقوله ما لم يأذن بشغله بشيء يضر به الرجع هذا مستثنى من الرجوع وهو ما إذا أذن المعير للمستعير أن يستعمل المعار بشيء يستضر برجوعه فيه كسفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر حتى ترسى لما فيه من الضرر فإذا رست جاز الرجوع لانتفاء الضرر وله الرجوع قبل دخولها البحر لعدم الضرر وكذا لو أعاره حائطا ليضع أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه وعلم أنه يقع كثير من الناس في أخطاء في موضوع العارية أهمها ثلاثة الأول عدم إعادة العين إلى صاحبها متى انتهى منها المستعير بل يهملها ويتركها وقد ينساها صاحبها أو لا يدري من المستعير إذا طال الزمن الأمر الثاني الإساءة إلى العين وعدم ردها كما أخذت وهذا يقع كثيرا في استعارة الكتب وبعض الأمتعة ثالثا إعارة المستعير ما استعاره لغيره واعلم أن الراجح من قولي أهل العلم أنه لا يجوز للمستعير إعارة العارية لغيره بغير إذن مالكها وهو قول الشافعية والحنابلة قياسا للمستعير على الضيف بجامع عدم الملك فكما أن الضيف الذي يبيح له الطعام لا يجوز له أن يبيحه لغيره فكذلك المستعير لا يجوز له أن يعير غيره وأما من أجاز ذلك قياسا على المستأجر الذي يملك أن يعير لملكه المنفعة فهذا قول مرجوح لاعتماد على قياس غير صحيح لأن الإعارة ليست تملكا للمنفعة كالإجارة وإنما هي إباحة انتفاع ومن أبيح له منفعة فإنه لا يملك نقل ما أبيح له لغيره فإذن فإن أذن المعير للمستعير بإعارة ما استعار منه جاز ذلك باتفاق الفقهاء ومثل هذا لو علم المستعير أن المعير يأذن في مثل ذلك عادة لأن الحق في العارية لمالكها فإذا أذن للمستعير بالإعارة أو وجد ما يدل على ذلك فقد رضي بذلك وتنازل عن حقه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد